من جهة ثانية وجهت دائرة الكنائس الشرقية رسالة إلى أساقفة العالم شددت فيها على أهمية تنظيم حملة سنوية لجمع التبرعات لصالح المسيحيين في الأرض المقدسة نتيجة المعاناة التي يعشونها في المنطقة وقد صلتت الرسالة الضوءة على غياب الحجاج عن الأرض المقدسة فيما يسمع دوي الأسلحة التي تحمل معاها الموتى والدمار ولا تلوح في الأفق بوادر تبشر بالتوصل إلى هدنة ولفتت رسالة دائرة الكنائس الشرقية إلى أن الحج إلى القدس قديم العهد وأن العديد من المسيحيين ليسوا قادرين على احتمال الأوضاع وهم يغادرون الأرض التي صلى فيها آباؤهم وأمهاتهم ويتركون كل شيء ويهربون لأنهم لا يرون بصيص أمل بعودة الهدوء إلى المنطقة